اليوم خوطي انا نقدم لك افضل هواتف تشريع بسعر بين الثلاثة والاربع ملايين هواتف هي الافضل في السوق حاليا انا نقدم لك هذه الهواتف بشكل سريع بيس ما يكونش الفيديو طوي واذا حاب مراجعة مفاصلة تجدون الروابط في الوصف السلام الخوة مرحبا بكم معكم السعيد ان شاء الله تكونوا كاملا بخير كالعادة خوطي لايك للفيديو باش ينتشر اكثر واستفيد الجميع واذا كنت اول مرة تشاهدني اتمنى تشترك في قناتنا وتفعل الجرس باش توصلك اشعاراتنا اول باول والان نبدو على بركة الله نبدو اولا بهواتف ريلمي لانها تكتسح السوق صراحة بهواتف متميز اول هاتف هو الريلمي 10 سعر اقل من 4 ملايين هاتف يأتي بتصميم ممتاز شاشة سوبر اموليد بجودة الفول اتشتي بلاد بمعدد 90 هاتس تديك تجربة مشاهدة ممتاز المعالج هو الاقوى في هذه الفيه السرية الهيليو جي 99 عندك كاميرا رئيسية 50 ميجابيكسل وامامية 16 ميجابيكسل وللأمانة الكاميرات ليست افضل جود عندك بطارية 5000 ميلي امبير وشاحن 33 وات الهاتف الثاني هو الريلمي C55 سعر اقل من 4 ملايين والمميز انها يأتي بذاكرة تخزية 250 جيجا يعني غير عبيع الروح تصميمه رائع جدا بل تحفى فني شاشة من نوع LCD بجودة الفول اتشتي بلاس بمعدد 9 نيتس المعالج الهيليو جي 88 يمتاز بكاميرا رئيسية متميزة باستدقة 64 ميجابيكسل وعندك بطارية كبيرة 5000 ميلي امبير وشاحن 33 وات اما الهاتف الثالث والاخير من الريلمي هو الريلمي 8 سعر اقل من 4 ملايين لكن هذا الهاتف نادر نوعا ما يعني مش متوفر في اغلب المحلات هاتف بتصميم ممتاز رغم انه قديم شاشة من نوع سوبر اموليد فول اتشتي بلاس بمعدد 60 هاتف فقط لكن مع ذلك رح تديك تجربة مشاهدة ممتازة المعارج الهيليو جي 95 وعندك كاميرا رئيسية رائعة بدقة 64 ميجابيكسل واما 116 ميجابيكسل اما البطارية فهي 5000 ميلي امبير وشاحن 30 وات وهذه كانت افضل لهواتف ريلمي نامس حكبين بقوة لانها الافضل للامن نروح الان لهواتف شاومي ونبدأ بالبوكو واول هاتف هو البوكو ام 4 برو فور جي هاتف سعر اقل من 4 ملايين لكن للأسف مش متوفر في اغلب المحلة الهاتف يتميز بشاشة اموليد فول اتشتي بلاس بمعدد 90 هرتس تديك تجربة مشاهدة وآداء ممتاز المعارج هو الهيليو جي 96 وعندك كاميرا رئيسية رائعة 64 ميجابيكسل واما 116 ميجابيكس اما البطارية فهي 5000 ميلي امبير وشاحن 33 وات الهاتف الثاني البوكو ام 5 اس هاتف يتميز بشاشة اموليد فول اتشتي بلاس بمعدد 60 هرتس المعارج الهيليو جي 95 ويمتاد بكاميرا رائعة جدا الرئيسية 64 ميجابيكسل وعندك بطارية 5000 ميلي امبير وشاحن 33 وات الهاتف الثالث هو الريدمي نوت ناش فور جي هاتف يتميز بشاشة اموليد فول اتشتي بلاس بمعدد 120 هرتس للأمانة تجربة مشاهدة رائعة جدا وسطوع قوي تحت هشعة الشمس المعارج سناب دراكو 685 عندك كاميرا رئيسية 50 ميجابيكسل واما 113 ميجابيكسل أما البطارية فهي 5000 ميلي امبير وشاحن 33 وات وهذه كانت هواتف ريلمي وشاومي هواتف صراحة قوية جدا وهي الأفضل في هذه الفياش سرية بدون منزل أما إذا كنت منوع الشاق سامسونج فأول هاتف هو سامسونج الام 33 هاتف يأتي بشاشات ايف تي بجودة الفول اتشتي بلاس بمعدد 120 هرتس للأمانة ستكون أقل جودة أكيد من شاشات الأمول المعارج الاجزينوس 1280 عند الكاميرا رئيسية 50 ميجابيكسل وأمامية 8 ميجابيكسل أما البطارية فهي 5000 ميلي امبير مع شاحن 25 وات الهاتف الثاني من سامسونج وهو الـ A14 هاتف يأتي بشاشة IPS LCD فول اتشتي بلاس بمعدد 60 هرتس المعارج اكزينوس 850 عندك كاميرا رئيسية 50 ميجابيكسل وبطارية 5000 ميلي امبير مع شاحن ضعيف 15 وات أما الهاتف الثالث وهو سامسونج الـ A22 هاتف يتميز بشاشة سوبر اموليد اتشتي بلاس بمعدد 90 هرتس المعارج الهيليو جيتمانين ويأتي بكاميرا رئيسية 48 ميجابيكسل وأمامية 13 ميجابيكسل أما البطارية فهي عملاقة 6000 ميلي امبير مع قدرة شاحن ضعيفة 15 وات أما إذا كنت من محبي شركة أوبو ولا خيار لك سوى هذه الشركة عندك أفضل خيار هو الأوبو A74 ثانيا الأوبو A77S وثالثا الأوبو A54 أو A54S كانت هذه أفضل الهواتف اللي تشريها بسعر بين 3 و 4 ملايين خاصة هواتف ريليمي وشاومي فهي الأفضل والأفضل والأفضل بدون مناس في الأخير خوتي متنساش اللايك للفيديو باش تستفيد الجميع وإذا كنت شاهد قناتي لأول مرة تمنى تشترك في القناة وضروري تفعل الجرس باش توصلك إشعاراتنا أول بأول دومتم في رعاية الله وحفظ